يتعين علينا اليوم جميعاً أن نطوي صفحة الخلافات والتشتد والتفرقة فهي والله عوامل الهدم والتدمير هي أول دعوة لرئيس عبد المجيد تبون بعد تأديته اليمين الدستورية تجاوز الوضع السياسي الراهن وتقديم تضحيات لبناء دولة ديمقراطية جديدة شعار نزيل قصر المرادية الجديد في المرحلة المقبلة بلغة صريحة وجه تبون دعوة لكل الراغبين في إجراء حوار وطني يؤسس لمرحلة جديدة وتعهد بمباشرة تعديل الدستور بما يحقق المطالب المعبر عنها في الحراكة تعديل الدستور الذي هو حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة حيث أجدد التزامي بذلك خلال الأشهر الأولى إن لم أقل الأسابع الأولى بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراكة دستور يجدد العهد الرئاسي مرة واحدة فقط ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية دستور يحسن الجزائر من السقوط في الحكم الفردي ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها دستور يحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح للفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية أخلقت الحياة السياسية رهن آخر تبون الرئيس يتعهد بتطهير الحياة السياسية ويكرر شعاره المعهود فصل المال الفاسد عن السياسة وفق شروط سيحددها قانون الانتخابات الجديد إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون الانتخابات الجديد الذي يحدد شروط الترشح لمناصب بوضوح ويتم تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات والدمام حتى يتمكن الشباب وخاصة الجامعيين منهم من الحصول على فرصة للترشح والفوز وتكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة لحمايتهم من الوقوع فريسة في يد المال الفاسد التأسيس لمصار ديمقراطي جديد ومباشرة مشاورات مع كل الأطراف المعنية هي ورقة عبور الرئيس عبد المجيد تبون لمرحلة جديدة تعيد لمؤسسات الدولة هيبتها كما يتعهد ويعيد الاستقرار للبلاد بعد مخاذ سياسي عصير دام قرابة العشرة أشهر